امتصاص الكاليسيوم وترسبه في العظام هاي رقم واحد رقم اثنين لابد من معرفة انه يعمل على تحفيز الكلية في افراز او من افرازه في البول ففي البداية نقول حفز العظام على امتصاصها افرزت كمية من الكاليسيوم في البول رقم ثلاثة راح يخفض او ينخفض مستوى الكاليسيوم في ادام نتيجة الاجرائين اللي قام بهم هرمون الكاليستوني فبالتالي عندي غدة اخرى تسمى بالهرمونات او عفوا الغدد جارات الدرقية هذه الغدد جارات الدرقية سميتها جارات درقية لانها تكون بالقرب من الغدة الدرقية فما هي اهمية جارات الدرقية هي التي تقوم بافراز هرمون يسمى هرمون جار درقي ما هي اهمية هرمون الجار درقي هرمون جار درقي يرفع من مستوى الكاليسيوم في الجسم امسا على الهرمون قلنا عنه هرمون السابق اللي اخدنا كان يعمل على تخفيض مستوى الكاليسيوم اما بالنسبة لهرمون جار درقي عمل على رفع مستوى الكاليسيوم شنو الإجراءات اللي يقوم بها هرمون جاردرقي راح يقوم بإطلاق الكاليسيوم من العظام يعني تماما عكس الهرمون السابق زيادة امتصاص الكاليسيوم من الغذاء رقم ثلاثة يحفز الكليتان على امتصاص كميات أكبر من الكاليسيوم من البول قبل أن يطرح خارج الجسم فهناك تضاد ما بين الهرمونان ما بين هرمون الغذة الدرقية وهرمون جارات درقية غدة البنكرياس ما هي أهمية غدة البنكرياس؟ رابعا ننتقل إلى الغدة جديدة هي غدة البنكرياس أهميتها راح تفرز لنا هرمون الأنسولين هاي رقم واحد رقم اثنين عندي هرمون لجلوكاجون نتعرف على هرمون الأنسولين وأهمية هرمون لجلوكاجون هرمون الأنسلين يعمل على تخزين أي سكر سكر الجلوكوز لا بد من معرفة أنه يتم تخزين سكر الجلوكوز بواسطة أو بعملية آلية هرمون الأنسلين في الكبد والعضلات الهرمون الآخر هو عبارة عن هرمون الجلوكاجون يعمل على تكسير الجلايكوجين إلى الجلوكوز من أين يكسر؟ يكسر من الكبد والعضلات فبالتالي يطلق إلى مجرى الدم فالهرمون الأنسلين وهرمون الجلوكاجون يعملان معا للحفاظ على الاتزان الداخلي لجسم الإنسان ننتقل إلى مرض يسمى بمرض السكري هناك نوعان من مرض السكري فالإصابة بمرض السكري ممكن أن يحدث من النوع الأول أو من النوع الثاني ما الفرق ما بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكر؟ بدايةً مرض أو النوع الأول من مرض السكري يصاب به من عمر 20 سنة يعني ما هو السبب هذه الإصابة؟ سببه عدم إفراز الجسم للأنسلين أما بالنسبة إلى النوع الثاني يصاب به 70 إلى 80% من عمر 40 سنة يعني الأشخاص المصابين من النوع الثاني تكون نسبتهم أكثر من النوع الأول والسبب هو عدم حساسية خلايا الجسم إلى الأنسلين ما هي مضاعفات مرض السكر؟ ما هي المضاعفات التي من الممكن أن تحدث لمرض السكري؟ في البداية ممكن أن يعانون من أمراض القلب تلف في شبكية العين كذلك الحموضة فلذلك يجب مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر ننتقل إلى غدة جديدة وهي الغدة الكذرية أو نستسمى بفوق كلوية ألاحظ هذه الكلية فوق عبارة عن الغدة الكذرية عندي كليتان في جسم الإنسان هذه الغدة الكذرية ما هي أهمية هذه الغدة؟ أهمية الغدة الكذرية تعمل على إفراز هرمون يسمى بـ الألدوستيرون الألدوستيرون يعمل على إفرازه أو من وين تفرز هذا الهرمون يفرز من؟ قشرة الغدة فكما تفرز الغدة هرمونات الجلوكوز القشرة الدهنية مثل الكورتيزول وتفرز من نخاع الغدة فهرمونات قشرة الغدة الكذرية التي هي فوق الكلوية عنده نوعين النوع الأول يسمى به هرمون الألدوستيرون ما هي أهمية هذا الهرمون؟ هدف هذا الهرمون هو الكليا يعمل على تحفيزها على إعادة امتصاص أيونات الصوديوم فهذا أهمية أي هرمون؟ الألدوستيرون النوع الثاني يسمى به هرمونات الجلوكوز القشرية الدهنية ما هو هدف هذا الهرمون؟ زيادة مستوى الجلوكوز في الدم مما يقلل من الالتهابات فعندي نوعان من الهرمونات قشرة الغدة الكذرية أو تسمى فوق الكلوية نفس ما لاحظنا موقعها بيكون فوق الكلية النوع الآخر نفسها من هرمونات الغدد الكذرية ولكن تفرز من النخاع هرمونات نخاع الغدد الكذرية تفرز هرموناتها متى في حالة المواقف الحريجة أو ردات الفعل مثل الخوف، التوتر فبالتالي عندي هذا الهرمون يسمى بهرمون الإبينفرين أو الأدرينالين ماذا يعمل هذا الهرمون؟ شنو آلية عمله؟ ما هي أهم الأحداث اللي راح تصير فيه جسم الإنسان نتيجة إفراز هذا الهرمون؟ رقم واحد تزيد من معدل نبضات القلب، يرفع من ضغط الدم، يزيد من عملية التنفس، رقم أربعة يزيد من مستوى السكر في الدم فلو لاحظنا هذه الغدد الكذرية كما أشرت إليها سابقا تقع فوق الكلية عندي هنا النخاع، النخاع يعني نفس ما ألاحظ في الداخل هاي المنطقة أسميها النخاع أما بالنسبة إلى القشرة أي متمثلة في الجزء الخارجي من الغدد هذا هني الفرق ما بين النخاع وما بين القشرة فالغدد الكذرية أو فوق كلوية من أهم الأحداث اللي راح تحدث لجسم الإنسان ارتفاع معدل التنفس، ارتفاع معدل التنفس، من الممكن تزيد من مستوى السكر بالدم، ارتفاع ضغط الدم، اتساع حدقة العين نفس ما قلنا متى تحدث هاي الأحداث؟ في حال التوتر وفي حالة الخوف زيادة نبضات القلب، فتزيد انقباضات المعدة، زيادة التعرق، فكل هذه العلامات أو الإشارات نتيجة إفراز هرمون الإبينفرين، اللي هو الإدرينالين أعزاء الطلبة شكرا لحسن استماعكم وأتمنى لكم الاستفادة